بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رأسه الله نتابع القراءة في كتاب أخينا الشيخ ياسيم للربيع الذي هو بعنوان نماذج من التجسيم والتشبيه إلى آخره عند الوهابية وصلنا إلى هذا الشيخ الرابع هذا كما قلنا لكم إنه بلاوي كثيرة طيب في رده قال هنا العنوان هناك كبير ما شيخ الوهابية سليمان سحمن طيب إيش قال قال في رده على مخالفه الشيخ الوهابي سليمان بن سحمن يستثمن يعني أنه هو يجود أو يقبل أو يمدح يستثمن الآثار الباطلة ويقرر ماذا يقرر؟ قال نعم الله يجلس على العرش ويسمع له أطيتك أطيت الرحل الجديد ثم يسوق هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه هنا موقوفا طبعا الأثر هذا مختلف في وقفه ورفعه ووصلي وما إلى ذلك وأنا يعني خرجت هذا الأثر وصارت الوثائق عندي سأخصص صارت الوثائق عندي جاهزة يعني خصتها من تحقيقات الوهابية لكتب الحديث يعني وكثير منهم يصرح بضعفه وبالانقطاع الذي فيه وما إلى ذلك ثم يعني أنه الأرجح وأنه موقوف وممكن أن يكون من الإسرائيليات وما إلى ذلك وذلك الألباني ضعفه هذا ثم قال هنا إذا جلس إذا جلس الله تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيتك أطيت الرحل الجديد ثم يقول هذا ابن سحمان معلقا للحديث وهذا الحديث حدث به وإسحق السبيع مقررا له كغيره من حديث الصفات وحدث به كذلك سفيان السوري إذا حدثوا به يعني مالك فكان ماذا ما هو التحديث به الشيء والاعتقاد به الشيء النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وهذا أصلا يعني كما ترون موقوف وقد يكون من الإسرائيليات وما إلى ذلك لا يلزم وبعدين أنت هون أنت تقول الله يجلس على الكرسي طيب طيب أنت تقول هو يجلس على العرش والكرسي موضع القدمين يعني هو معبوده قال يجلس على العرش ويضع قدميه على الكرسي اللي هو بين يدي العرش يعني تحت العرش كيف لا صار نزل لا تحت جلسه بذاته المعبود صار على الكرسي اللي كان يضع عليه قدمي لذلك هنا اختلفوا الوهابي أنه له كرسي أم كرسيان وله استواء أم استوائين الله يشيء كأنك كان وعد في مستشفى الأمراض العقلية لا حول أوقت ألا بلأسان سأتيكم بهذه المخازي هذه الآن ننتقل إلى هذه الوثيقة الأخرى كبير مشايخ الوهابية سليمان بن سحمان يرد على رفيقه الوهابي ابن مانع ماذا يرد عليه هذا ابن مانع يقول تنزيه يعني ابن مانع هذا ينزيه له عن المماسة والتمكن فيرد عليه هذا ابن سحمان يقول هذا قول مخترع مبتدع لاحظونا قول مبتدع مخترع لاحظونا يرد على رفيقه الوهابي ابن مانع تنزيه لله يرد عليه تنزيهه لله يعني المماسة والتمكن والحلول في العرش يعني ابن مانع ينزه الله عن المماسة نستوى لكن من غير المماسة ولا تمكن ولا حلول في العرش وهذا يقول به ابن تأمية يعني ان الله لا يحويه العرش وليس العرش محلا ليس العرش محلا له ولا ظرفا له هذا يصرح به يعني في بعض مواضع على قل لكن طبعا هذا ما عجب لابن سحمان قال هذا قول مبتدع مخترع هذا ابن شمس دائما يقول لك لا نحن لا نقول ممسة وعا بيقول لك انه قولك مبتدع مخترع لم يذكره احد من اهل العلمي من سلافي هذه الامة لا حوله اخوة الا بالله على اساس الجلوس هذا قول قول هذا من اهل قول هنا الجلوس لما قلته هذا قول اجمع عليه السلف والخلف وجاء بالكتاب والسنة ليك ليك على التنخضة طيب قال لم يذكره احد من سلافي الامة وامتها الذين لهم قدم صدق في العالمين طيب انت هنا تستخدم المجاز قدم صدق هذا مجاز لكن القدم لله لا حقيقيا هو مجاز لاحظ يستخدمون المجاز لكن لما يجي الى الله لا لا مجازة حقيقة طيب وين هذا قالوا هنا في تنبيه ذوي الالباب السليمة نعين على الالباب عن الوقوع في الالفاظ المبتدع الوخيمة يا الله طيب هذا صار تنزيل الله هذا كلام وخيم سليمان ابن سحمن هذا متوفز 1349 طيب قال ومنها ما ذكره في الكواكب في صهر 24 قال يعني هذا الكواكب يعني ابن ماني يعني في معنى الاستواء استواء منزها عن المماسة والتمكن الحلول ثم يعقب علي هذا ابن سحمن فيقول فاعلم ان هذا القول قول مبتدع مخترع لم يذكره احد من اهل العلم من سلافي هذه الامة وامتها الذين لهم قدما صدقين في العالمين لا الاصح معنات انه ولا هو مماسة او سيقول انه لا نقول لا بمماسة ولا بغير مماسة طيب لا تقول يعني انت صد مفوض او مجهل او سمي ما شيء تقول بالمماسة يعني الله الله غير بائم من خلقه يماس خلقه يماس العرش بذلك انت تقول انه مماس للعرش لذلك ابن تيمية قال ما في ماني هو نحن ننزهه عن المماسة للنجاسات لكن مماسة للعرش يعني هذا مش نجاسات معلش يعني انه كانه معلش لكن في مواضع اخرى ايضا للانصاف ابن تيمية يذكر او ينقل عن من ينزه الله عن المماسة دون ان يتعقب عليه واذا انا ذكرته في منشورات لي طيب ننتقل الى هذا الشيخ الخامس هذا هنا عبد الرحمن شيخ الوهابي عبد الرحمن بناصر السعدي يقول جلوس الله على العرش عقيدة سلفية هذا قاله في الاجوبة السعادية عن المسائل الكويتية هنا قاله في صفحة احنا لا نذكر الصفحات احيانا الف صفحة 147 يقول فكذلك نثبت انه استوى على العرش استوى ان يليقه بجلاله سواء انفسي لذلك بارتفاع او بعلوه على عرشه لا هزوا علوها على عرشه ولا مش علوه يعني علوه قهر لا شوف او بالاستقرار او بالجلوس فهذه التفاسير اذا عميل لك يليقه بجلاله يعني يعني مثلا كيف يعني يجلس يليقه بجلاله يعني مثلا يجلس ويضع رجليه يعني بشكل منتظم بدون أن يرفعهما أمام الجالسين مثلا يعني يعني هذا لا يليق من جلوسه ولا حول ولا قوة إلا بالله يجلس جلوسا يليق بذاته يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وما قدر الله حق خدره يعني شيء مضحك ومبكي مضحك لأنه فيه هذه السفرات مبكي لأنه ينسب إلى الله تبارك وتعالى تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوان كبير لاحظ على هذه هذه صارت على هذه عقيدة سلفية فهذه التفاصيل وارد عن السلف فثبت لله فنثبت لله على وجه لا يماثله ولا يشابهه فيها أحد وارد عن السلف السلف قالوا الله يجلس بالإجماع أنت تقول أنه أنا لا أقول إلا بما قاله الله ورسوله وأجمع عليه السلف فكذا نصى ابن تيميا أين هذه